اهلا بكم الى موجز اخبار الان اعلن اعلام ميليشيا حزب الله اللبناني عن بدء عملية اجلاء مقاتلي واهالي سرايا اهل الشام من عرسل كانت سرايا اهل الشام قد تواصلت الى اتفاق مع الجانب اللبناني يقضي بانتقال عناصرها من جرود عرسل بالحافلات الى القلمون الشرقي اذكر المتحدث باسم السرايا عمر الشيخ ان الاتفاق نص على انتقال عناصر سرايا اهل الشام وعوائلهم ومن يرغب من اللاجئين السوريين بمخيم وادي حميد في ربنان صباح الاثنين الى منطقات القلمون الشرقي بالاسلحة الفردية اهلنت وزارة الداخلية المصرية عن مقتل ارهابي في الصعيد اثناء مواصلة عمليات البحث عن العناصر المطلوبة ومداهمة البؤر الارهابية ذكرت الوزارة في بيان لها ان القتيل متورط في تنفيذ عدد من العمليات الارهابية ومنها تفجير كنائس البطرسية بالعباسية ومارجريس بالغربية والمرقصية بالاسكندرية احبطت وكالة المخابرات الروسية مخططا لشني هجمات ارهابية في موسكو قده مسلحان يقاتلان في صفوف تنظيم داعش في سوريا قالت وكالة المخابرات انها اعتقلت اربعة اشخاص يشتوه في تخطيطهم لشني سلسلة الهجمات ايضا نعلن مكتب الرئيس الكوريا الجنوبي نقلا عن رئيس هيئة الاركان الامريكية المشتركة ان الخيارات العسكرية ضد كوريا الشمالية ستكون مطروحة لحالي فشل العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية وكان قد وصل الى سي اول للاجتماع بمسؤولين عسكريين من بينهم زير ديفا ومن المقرر ان يغادر دانفورد كوريا الجنوبية في وقت لاحق يوم الاثنين كما انه سيزور الصين واليابان هذا الاسبوع قتل اربعة اشخاص على الاقل في هجوم لبوكو حرام على بلدة بالقرب من مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا وفق ما افادت مصادر محلية اطلق المسلحون النار عشوائيا على السكان كما اضرموا النيرانة في المنازل اعلن وزير الاتصال في بوركينا فاسو يوم الاثنين عملية قوات الامن ضد منفذي الهجوم على مطعم في العاصمة انتحاد قال الوزير ايضا في مؤتمر صحفي ان عمليات التطويق والتدقيق في المنازل المجاورة متواصلة مشيرا الى سقوط ثمانية عشر قتيلا اشل حركة ارهابيين اثنين انتهى الموجة استحية والى اللقاء اشتركوا في القناة